واضح حتى من الصور اللي حضراتكم او اللقطات اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة يعني انه يعني في حالة انسجام يعني بيبقى دايما موضوع انك انت تخش على فرقة جديدة خصوصا لما تبقى فرقة كبيرة زي النادي الاهلي بيبقى اي لحد ما بيبقى فيه رهبة بالتأكيد لغاية لما تاخد على النادي وتاخد على زميلك لكن من اللقطات شايف انه بدر خلاص يعني خلاص بقى واحد من سكواد في حالة انسجامه مع لعيبة وولتر نفس الحكاية لو شفتيه بيهزر مع التهربة سعد وولتر كمان يا احمد انه هو في الجونة كان فيه بعض اللعيبة دلوقتي اللي في الاهلي كانوا معارين في الجونة فكان عرفهم بالفعل اعتقد هيسهلوا وقدها هيسهلهم وكمان بالتأكيد يعني يعني كابتن ردش حتى طبعا واحد من النجوم الاهلي السابقين اكيد محضر ومهد لولتر بواليا ازاي هيشتغل في النادي الاهلي وازاي يتعامل في النادي الاهلي هو الراجل الحقيقة يعني طبعا احنا انا ما بحبش احكم قبل ما نشوف النتيجة لان قلت حاكم تيشرت النادي الاهلي تقيل لكن وولتر بواليا مواصفات راس الحربة النموزاجي يعني تكوينه الجثماني قدرته ان لعب رجليل اتنين وبراسه فكرة انه يبقى عنده الحتة الهجومية حجام يعني يجوه منطقة الجزاء اه اه لا حجام في مهاجم اعرف كلمة قنص يعني يعرف ازاي اقتنس الفرصة ويعرف ازاي اتمرك الصحة ويعرف ازاي ان يخلص من ربع فرصة كهرباء وبواليا كهرباء على طول مبتسم وعلى طول بيستقبل لعيبة كده بروح خلوة احسن لعيب بقى في تصويت السادسة في شهر ديسمبر طبعا مع نوايته في السامن لا هو الحقيقة كهرباء بتدى يجي احنا مستني منه كتير يعني صحيح هو تقلق في اكتر من مباراة وكان فيه ترجمة ده في صوت الجماهير اللي بديته صوتها في اكتر من مناسبة هو واخد خمس نقط في التصويت في الاربع مطشاط ثلاثة كاحسن لاعب واثنين كاحسن تاني لاعب لكن احنا مستنيين من كهرباء كتير وهو نفسه عارف انه كهرباء في مستوى او في قمة مستوى لسه الحقيقة جماهير نادي الاهلي مستني منه كتير كل التوفيق للاهلي بكرة مباراة الى حد كبير ولو ان احنا تعلمنا فيش مطشاط سهلة ويمكن فيه تجارب كتير لكن ان شاء الله باذن الله الاهلي بكرة قدم عرض محترم ويخلص بقى فكرة التعامل معه صاني ده